لا يتعلم الإخوان الدروس الماضي بشكل عام لا هم ليست لديهم قدرة على قراءة الماضي عموما قراءة جيدة وليست لديهم قدرة على قراءة الواقع وبالتالي ليست لديهم قدرة على تنبؤ بالمستقبل كانوا بيقولوا احنا عايزين نصنع المستقبل طب ده انتم مش عارفين تتنبؤوا بالمستقبل أساسا يبقى هتصنعوا المستقبل إزاي فطبعا هم ليه ما بيستفدوش فيه حاجة في عقيدة الإخوان احنا كلنا لازم نعرفها انه لما بيحصل فشل ما بيدرسوش أسباب الفشل فبيقولوش احنا فشلنا ليه انما بيقولوا دي دي ابتلاء من الله ليميز الخبيث من الطيب عشان نبقى احنا عارفين مين هيبقى كواسم ففضل ربنا في تقديره لو بيجي فشل يقول ده ابتلاء من ربنا يلقي المسئولية على الله سبحانه وتعالى وبعدين يقول للأفراد بتوعه رأبوا نفسكو هو انتو ما صلتوش النهاردة الفجر جماعة هو انتو فبالتالي يفضل الأخ وهو يعني يؤنب نفسه انه هو كان على صغر من الصغور وما أداش العمل كويس فأدى هذا الى انه هم فشلوا ده أمر في عقدتهم ودائما يقولوا نحن جماعة والله سبحانه وتعالى مع الجماعة فبما ان يد الله معنا اذا لا يمكن ان نفسل ويقولون المسألة مسألة انه ينبغي ان نصل الى المرحلة حتى اذا استيئس الرسل مرحلة الاستيئاس حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين واخدين الاية دي مستخدمينها شعار ويجوا وقولوا برضو وانت انصر الله ينصركم احنا ربنا ما نصرناش لي لاننا لم ننصر الله كيف لم ننصر الله يبتدي يعاتب الاخوة في مسألة الفرائد او في مسألة ان انت ما سمعتش وقطعت يبغي ان تسمع وتطيع والسمع والطاعة والثقة في القيادة ويجعل هذه الاشياء من الدين فبالتالي يلقي بالمسئولية يقول ان السبب هو الله وان السبب البشري هو اننا اخطأنا في الطريق الى الله بطريقة ان احنا لم نتقرب اليه بالشكل اللازم فبالتالي يجا يتعلمه اين الدين واين الشريعة واين الله من كل ما يجري من الاخوة يعني اللي يقولك اسلام سياسي او جماعة اسلامية او جماعة دعوية ونحن جماعة دعوية نريد ان نحكم بالاسلام الكلام اللي هم تاريخيا فين في السلوكات انت قلت حالك في البداية قلت انه لم يختلف النهضة مع الرئيس على مسألة فقهية لم يختلفوا على تطبيق الشريعة لم يختلفوا على اجتهاد او قياس وانما اختلاف على اموال وفساد وسلطة الى اخرون حتى في الاخوان في مصر الاخوان في ليبيا الاخوان في تطبيق لم يختلفوا مع جمال عبد الناصر في دين لم يختلفوا مع الرئيس السادات الذي قتلوه في دين لم يختلفوا حتى مع مبارك في دين لم يختلفوا حاليا مع الرئيس سيسي في دين الدين ليس له علاقة بالاختلافات الاختلافات هي متعلقة بالحكم هم عاوزين يوصلوا للحكم وبيعتبروا أن الوصول للحكم هو وصول للإسلام إلى الحكم لذلك أصدروا قبل ذلك من عام 2005 مثلا وثيقة فتح مصر التي كان قد نشرها الأستاذ حمد رزق في المصور وثيقة فتح مصر وهذا التعبير الذي اتخدمه محمد مرسي قبل انتخابات الرئاسة وبيقول أقول عمر بن العاص أننا سنقوم بإعادة فتح مصر مرة أخرى هذا التعبير الذي استخدمه أكثر من مرة وكأن مصر دولة جاهلية وسيدخلها الإسلام من جديد في ذهنهم أن الإسلام كما جاء في رسائل حسن البنة وكما جاء في كتب سيد قب بما أن الإسلام غير مطبق في البلاد إذن حتى ولو كان هناك رجال لهم علاقة بالدين علما ومعرفة وفقها ودراية حتى ولو كانت الناس تصلي وتعبد الله وتصوم وتؤدي المناسك وكل شيء إلا أن الإسلام ليس له وجود لأن الإسلام الذي له وجود عندهم هو وجودهم هم في الحق ربنا لما يقول حتى للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ما على الرسول إلا البلاغ فأنت تتحول إلى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ده كلام موجه للرسول كان الإكرار شكله إيه؟ أنه كان بيلح في دعوة الناس القبائل التي تأتي للحج كان يلح عليها للدخول في الإسلام فاعتبر هذا الإلحاح من الله سبحانه وتعالى أنه إكرار فلعلك باخعوا نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وبعدين يجي ربنا يحدد لنا مجال للقتال هم ياخدوا يعمموه ربنا يقول لنا وقاتلوا في سبيل الله مين يا رب نقاتل مين؟ الذين يقاتلونكم اللجوم يقتلوكوا اللجوم يتخنقوا معاكوا دولة جاية تتخنقوا معاكوا قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا ربنا ينهى عن الاعتداء تماما ليه؟ بينهى عن الاعتداء ليه؟ إن الله لا يحب المعتدين فأصبحت آية حاسمة في كل أمر إن الله لا يحب المعتدين فأنت تعتدي لما جمغتالوا الشهيد إحشان بركات النائب العام أرادوا أن يستخلصوا من الكتب شيء فقالوا دفع الصائل فهي دفع الصائل؟ ده الولد المتهم الأول اللي خد إعدام وهو بيعترف اعترفات تفصيلية أخذت حوالي 15 صفحة عشان يضع في النيابة التأصيل الفقهي لهذه الجريمة فيقول دفع الصائل دفع الصائل أي أن النائب العام اعتدى علينا عندما أصدر قرارا بفضعة صام ربعة فبالتالي ينبغي أن نعتدي عليه وأن يقتل وقالوا أن دفع الصائل يعني هو صال علينا وجال فنحن نصول عليه مع أن مسألة دفع الصائل دي في القانون عندنا بنسميها الدفاع الشرائع عن النفس واحد داخل عليك علشان يقتلك من حقك أن أنت تدفع عن نفسك بالقدر الذي يضمن رد هذا الاعتداء فإن تجاوزت في رد الاعتداء يكون ده متجاوز حق الدفاع الشرائع عن نفس وبتعقب عليه فأنت بتيجي بتلبس طائية لأمر آخر طائية إيه لإيه اللي أنت بتعمله ده ويحاول يبرر مسألة القتل ويقول أن هذا المجتمع وقف ضد تطبيق الإسلام كيف وقف ضد تطبيق الإسلام وهو مجتمع مسلم أساسا هناك فارق يعني ده أنت موجود أساسا في الغرب وموجود في انجلترا موجود في أمريكا موجود في بلاد كثيرة هذه المجتمعات إنجازة جدلا زي يعني تيجي في مجتمعات في الهند مثلا بعضهم يعبد البقر أو ما إلى ذلك تعال حط ومع ذلك لا يجوز يعني لا يجوز على الإطلاق أن أنت تتكلم عن عنف واستخدام عنف واستخدام قتال في مجتمع آمن لكن أنت اتهمت بالجاهلية وقلت أن هذه الجاهلية هي أشد وطأة من جاهلية القرون الأولى يعني أنت عايز تقول أنها أشد من وطأة الجاهلية التي يبعث فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيبقى بالتالي تعطي لنفسك الحق بأن تقتل هؤلاء الناس الآمنين اللي هم عايشين في ديارهم آمنين مش مجرد أن أنت تدعوب خلاص يا عم أنا ماشي إحنا جاهليين يلا تعال دعونا بقى دعونا بالإيه بالحكمة والموعزة الحسنة قلنا كلمة حلوة قلنا آية جميلة ومش متربع لك آه مش متربع لك ومتربع لحاجة تاني خلاص